اشتركوا في القناة 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 الصليبه متاعه وكما كنا نحكيه متوسطه شمعنيتها متوسطه معنايتها كي مش نفكركم ان المعادن بتاعه تخده شو بالفولاذ نتعديه التويكل للخاصية ثالثة اللي هي النفاذية النفاذية شمعنيتها هي مدى سماحة الصخرة بمرور الماء عبر الفراغات متاح عنا الصخرة النفوذة هي اللي لا تسمح بمرور الماء متعديش الماء كيما لهنا هاتي تلكم الصورة او في الاول التجربة خدينا رمال من فوق خدينا الطين حصبينا الماء باش نشوفوا باركزامبل الرمال يعدي الماء وإلا ما يعديش هل يسمح بمرور الماء او لكن تلاحظوا شوفوا في اخر التجربة وينلقوا انه الماء اقتحمل صخرة الرمال وتعدى عبر الفراغات متاعوه نتعديه لي الخاصية الرابعة اللي هي تأثير الماء يتمثل فيه قابلية معادن الصخرة بش يدوبه في الماء او لي الخاصية الاخيرة اللي هي تأثير حمض كلور الماء كيما نشوفوا هو نتيجة لتصاعد ثيني اوكسيد الكربون معنا تبش نشوفو هل يحدث فوران ام لا يحدث فوران التجربة هي انه جز بش نسكبو قليل من حمض كلور الماء باركزامبل هنه يخلينا اكزامبل متاع الكالس ناجمو ناخدو صخور اخرى ونجربو عليهم في كل صخرة نصبو عليها حمض كلور الماء ونشوفو شنو اللي يصير هل يحدث فوران ام لا يحدث فوران بعد هذية بش نعطيكم نغيز الماء على الصخور الكل باركزامبل الرمل عنده البنية فوتاتية عالي الصليبة نفوذة يعدي معناتها عبر الفراغات متاعه الماء تأثير حمض كلور الماء باركزامبل كنصبوك حمض كلور الماء على الرمل ليحدث فوران الكالس البنية متماسكة الصليبة هو متوسط الصليبة كتومة وتحدث فوران مع حمض كلور الماء التين البنية متاعه هو قابل للتفتت ضعيف الصليبة كتوم بيانسور ما عديش الماء كما شفنا تأثير حمض كلور الماء هو ليحدث فوران مع حمض كلور الماء الجبز هي صخرة متماسكة ضعيفة الصليبة كتومة ولا تحدث فوران مع حمض كلور الماء نتعدي وتويكة بش نحكي وشوي على مظاهر السخور الرسوبية كما نشوفوه أعطيتكم كالكو زيجامبل ومشكل كما الرمل الرمل فوق الرمل كنت لاحظو أنه نلقاه الغطاء النباتي نادر معناتها ما فهمش برشا ومتكيف مع الجفاف الرمل تكون كثبين متحركة حسب اتجاه بينصور الريح في الصحراء وتكون خلجانا خليج خليج جيبس كنت اسمعوا بها الكلمة وشواطق رملية نلقاهها يشغطوه في المناطق السحلية نلقاه في زيجام السخور الرسوبية الحجر الرملي اللي هو يبرز في شكل طبقات نلقاهها جنيغالموه في الجبال في القمام على خاطر هو معناها يقاوم الانجيراف حتى معناتها تصبر شاشتي وكل ما ينجرفش التين تويكا التين يحمل غطاء نباتي كثيف فيكون سهولا خسبة بينصور مش بعاب الماء هذك علش هو ينجرف بسهولة دونك التين ما يقعدش في القمامة بتاع الجبال كما الحجر الرملي نلقاه والتين ديما في المنخفضات في البيرك في المستنقعات ديما في في الاعميق معناتها عند الجفاف اللي التيني بينانا معناتها هذو ما حاجة النجم انها بالخاصيات اللي أنا نذكر فيهم او المظاهر معنات اكي نعطيك ان المظاهر انت تقول لي الصخرة شنوه انو الطين اللي هنا عند الجفاف يظهر شقوق نتيجة تقلص حجمه ضنك وتختفي وقت اللي نشبعه بالماء الكلس نعطيك نعطيكم الاكزومبل متاع الكلس الكلس هو معناتها تكون الجبال والهضاب ونتيجة مقاومتها الانجيراف معناها تنكشف القمام جنغال مو ولا الكلس بينشور معناتها تبرز لحالات متعد تأيكن متاع ووقت اللي معناها اثر الذوابين في ماء الانطار نتعدي كالاخر حاجة ليش نحكيه جنغال مو على الفوائد حكينا بصفة عامة معناها لشنوها تصلح السخور الرسوبية نستعملوها في عدة مجالات كيمة البناء كيمة تعبيد الطرقات كيمة صناعة الورق الكاشر صناعة الفخار الخزف الإجر ايضا حاجة خاصية من الخاصية متاع السخور الرسوبية اللي هي تحتوي على الأحافير شمعنية الأحافير هي الأثار معناتها السخور الرسوبية هذي كان نستدلو بها على وجود الكائنات الحية اللي عاصي عاصرت الوقت ديك ولا اللي عاشت في الأزمنة العابرة وعلى أيضا نجم نطلع طبيعة الوسط اللي توجد فيه والتغيرات الجغرافية والمنايخية اللي صارت على سطح الأرض نتعدي والآخر حاجة تبلو غيكاب يفسر جوست تويكا عطيتكم هاكا كلكو زيكزامبل من صخور وكل حاجة عطيتكم الفوائد متاحة كيماتين من الفوائد متاح وصناعة الخذف الفخار القرمود الأسمنت وأيضا تنظيف الشعر الجبس من الفوائد متاح وصناعة الأسمنت التبشير التزويق صنع القوالب وتثبيت الكسور زادة معروف للبناء وتعبيد الطرقات صناعة الجليز والنحط الملح وبينسور نعرفه اللي هو صخرة من الفوائد متاحة التغذية تصبير المواد الغذائية صنعوا به الجبال وبينسور والصابو شكرا على حسن اهتمامكم ان شاء الله تكونوا استفادتم نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم